مرحبا لكل مشاهدي موقع الفن منقدم لكم حلقة خاصة استثنائية مع نجمي عندها جمال الروح جمال الأداء جمال الوطنية اللي نحنا منفتخر فيه جمال الصداقة والزمالة وأكتر شي أنا بحبه فيها أنه اسمها أكبر من أي لقب كان ماكي بوغصم أهلا وسهلا فيكي مرتين يعني إذا بدي أعمل مقدمة تطلعت كل الحلقة ما رح خليك تفلي اليوم قد ما مبسوطة بحشي أنا مبسوطة ومبسوطة أني عم بستعيد ذكريات وذكريات وذكريات وبحبك أددني هل قد هل قد الكون لأنه وأنا أكتر ماكي بوغصم حكينا بي أول بارت شويعا للموت ما حكينا كتير يعني أنا مثلا بدي استرجع المشهد يلي كان بديك تحرق فيه باسم غنية تعرضي تحياتيك للخطر طيب شو صار بالضبط كيف خلصت من الموت كيف خلصت من الحريق كيف ما تشوهتي كيف كان عندك هالجرقة أنا بعرف ممثل كتير مشهور مرة كان بده يعمل مشهد أنه بده ينجرح شوي صغيري ما قبل إلا إذا إجرح حدا مثلا هالدور عنه أنت كيف قبلت أني كتفوتي بهالدور وخبريني شو صار أنا كتير جريقة بس يكون عندي مشهد ما بجيب حدا يعمل عني بديل يعني بديل أنا بحب أنا صور المشهد يعني فيلم سينما على ربال وأنا بخاف من العلوت مرنت مرنونين من بنائي 12 طابق صرت أعمل ربال بالزمان بسوريا ركوب خال تمرنت على ركوب الخال صرت أركب خال بشكل بتقولي صار لي عشرين سنة مركب خال طبعا هلا أنسيت فيم نرجع من ذاكرك إيه إذا بدي استعمل السلاح بتمرن بتدرب أو بقول ما تحطوا لي المشهد أو بتدرب مظبوط هلا ما بعد ما تخلصي للأسر حخبرون شي طيب خبرين عن هالمشهد بزي صاربت عن شو بدك تعكي هذا المشهد ما بدوا ينعمل كرومة أوكي ما يبين فيك أكيد فأكيد كان الصليب الأحمر والدفاع المدني وحطوا البنزين على الحيطان حتى ينحرق الدبو كله من شان كون صريحة نحط البنزين من ورانا وفيه مثل سواتر تراب أنا بحوث حويصة صرت فوت لجوه وأظهر فوت لجوه أنا يعني خلات البنزين يخرق الرمل ونخلط بالماء يلي تحتنا من شان هيك بس تولع ما شفت غير النار ووصت لهون نيحلي كنت رابطة شعري احترق شوية من شعري وطبعا ركضنا وهيك وكانت هيني دا حطنا كتير مرزي ورجعنا صورني بس حلو المشهد تلع كتير حلو حلو المشهد تلع كتير حلو هيك مشاهديك بيدقوا بقلبي بحس انه انت كتير بتعملي لهم أدابتاسيون غير ديركسيون داكتور يعني غير غير إدارة التمثيل اللي بيساعدك فيها المخرج بحس انه انت منك يعني مثلا دوري دوري يا نصيب أنا هيدا دا حطنا المشهد ولازم ابكي لأنه محمد أحمد يحرام عالدوليب بس انه حبيت يعني هالسار كاسم يلي عنده اياه ساشا جيتري الممثل ومخرج العالمي عنتيك منه كتير عنديك اشي حلوة بتطلع منك لأنه أنا هيك بالحياة بالحياة أنا ولا مرة إذا في شي كتير زي عجني وعم ببكي انت بتكون هيك كتير متعاطفة معي عم ببكي بتطلع فيك بحكي كلمتان متغشي ضحك يعني ما بقدر بدخلهم يعني بدخلهم بين بعض هيدا شخصيتي ولما الشخصية اللي عمت مسلية بتصير بالنسبة لأيلك لحموا دم بتفهميها كتير صح بتصيري يمكن بتعطي كلمة انت تحسيها حركة معينة بموقف بيختر لك يمكن جملة أو كلمة أكيد ما بتغيري بسياء المشهد خاصة لما يكون عندك سئة بالكاتب انه هو مبكة للحوار كله فبتصير ادي فيهم بيطلعوا هيك هي نادين جابر فصلت الدوربي للموت اتنين عقديك هلا أكيد لما عم تعملي بارتو انت عارف شخصياتك فصاروا كل الشخصيات بزهنة صحار وريم وعبدالله وحنان وكل الشخصيات ولميس بتصير عارف الشخصيات وعارف قدراتهم عارف شو بيقدروا يعتو فبيكون أسهل عند الكتابة طيب عطيتيا لرندا كادي لقب سيدة الشاشة اللبنانية عن جد سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة والله هي سيدة الشاشة وين ما تكون بس يكون ما في مش محصورة يعني الممثل يعني من أي منسلة عطيتيا هلأ؟ أول شيء من أخلاق فنان إذا كنتم فنانون سادة الأدب بيوتكم فنان الفنان مظبوط انسي كلمة نجم مين ما كان فيكون نجم بفضيحة واحد بنجم صح بسكوب بفضيحة ما بعرف بنجم أنا بكفيني كلمة ممثلة إذا بتقليلي أنت ممثلة قدرت تسير ممقوصل لأن يكون ممثلة بالنسبة لقلي هيدا لعب لأنه مش من ممثل صار ممثل صح فيكون عارض فيكون عم يعمل استعراض عم بجرب عم بجرب عم بجرب شي يمكن ما يزبط معه أخلاق الحلوة حرفيتا يعني بتمثلي بيلا بمشهد قدي حرفيتا ضمن المشهد قدي ما بتستلشق بشي خبراتا سنين بتحطها وشاطرة موهوبة 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 بحب شغلة إذا بدي استسنى ماجي بوغصن وقليك توجي حدا أعطيه وسيم ذهبه لأنه كل المسلين كانوا كتير شاطرين باللموت كلهم 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 يعني ما بقدر استسنى حدا من محمد أحمد لصباح الجزائري لرندة كادي لليلين نمري ما بدي انسى حدا لواسم مغنية لكلهم بس أنا إذا بدي إليك اختاري حدا طيب أنت باللجنة ميركسدور مثل ما إحنا ما نكون باللجنة وفي كتير صعوبة نختار بديك تختاري شخص واحد بلا الموت بلا الموت تتوجه أعطيه وسيم ذهبه مثل ما عم تقولي أكيد فيكتر بسل باسم مغنية باسم مغنية ليش؟ لأنه عمل شغل أكتر من رائع صراحة حريف كان في صدق تفاصيل أما عم بحكيك عن أخلاقه اللي أنا شدت مجروحة فيها يعني باسم خي اشتغل شغل كتير حلو الكل اشتغله حلو زعلم منك باسم ليه؟ لأنسى رعي طوله أبو مخطى ما هو أبو مخطى أبو مخطى أنا أملحسة أملحسة يعني مش بس أحد أنا أملحسة ليكي أنا بفهم أنه قلته هالكلام لأنه أنت عشتوا على الطريق بالقصة عشتوا على الطريق وتقوله بس ما كان في مبالغ شوي بهالكلمات يا حيوان وهقصري بالكلمة آآ ليكي يعني ضروري كنا نعممهم لا ضروري كنا نعممهم يعني فينا نمرقهم مرقتهم بل الموت واحد بس للموت اتنين كترتوا منهم كترنا يمكن لأنه صار في أكتر يمكن من شخصية يمكن بالجزء الأول بس صحر وعمر كانوا يحكوا هيدا الكلام بالجزء الثاني كمان صار فيه شخصيات فيها تحكي هيدا الكلام وشخصيات بتهرب مخدرات مئة بالمئة مئة بالمئة يعني تشتل الأشياء خصيل ومنشان هيك بعده مش متعودين على الشيال هالقد حقيقي انك تشوفيه بطريقة تعاطي المخدرات بطريقة فعلا الشارع بالولاد اللي عم يشحدوا عالطرقات وكيف ظروفهم وكيف حكيمة لليان نمر اللي بحبه كتير عم بت هالنسوين عم بيولده وتبيع الولد كان فيه أساوي بس صدقيني رغم كل الأساوي بوصل بهيدا الشكل لأنه حقيقي فيه هك بالحيات فيه هك بالحيات فيه هك بالحيات هي الحقيقة آسية للأسف الشديد صح ما هيك بوصل مثلتي مع مصطفى الخان مع بس بسام كوسة مع محمد أحمد مع ظافر العابدين مكسيم خليل عابد فهد ما بعرف يعني كتير كارلوس عزار هلا مرا حد اللبنانية بس بداعت كل هودة السورية المثلتي معهم كلهم فداتات كلهم نجوم ولا أحلى من هيك يمكن بعد فيه بس يمكن تايم حسن قصايا الخولي أو زمان غلطاني لا ما صورت معهم ما حكرت تمثلي من مصر من مصر ولا ما فكرت تمثلي مثلا أنت وبدأت نجم مصري دور بطولي مثلت أنا وأحمد فهمي بروفا بس مثلا أحمد عز كتير إخد سكسي كريم عبد العزيز أحمد السقا كله كله يعني للمستقبل عمقول دور بطولي أكيد ليش لا؟ ليش لا كلها أسماء مهمة مين بتحب بيناتهم أنه طالع عبالك تمثلي معه؟ هلأ كلهم بينحبوا طبعيا وكلهم بروفسيونالي الكاستنج هو بيفرد يعني مش إنه هادي على كلمة الكاستنج هو بيفرد حسبي الكاستنج فرض عليك شخص مش كتير طيقتي وعندك مشهد تمثلي أنت بيه بدك تبوسي على خده؟ لازم أفصل أكيد كيف رح تتحمل البوسي؟ بس أنا شخصيا برح قلك إياها بصراحة بحب لما بدي يمثل مع شخص كون عن جد صحبة معه كون في علاقة حلوة حتى لو بديوا يمثل دور عدوة أو جوزة اللي بديوا يضربني بحبوا يكون رفيقي لأنه تمثيل شراكة مثل البينبون وهيدي الشراكة ما بتنجح مع ناس في أنت هيك الوضع معهم جذبية إيه ممنك مريحة أو في قلق بالعلاقة مع الشخص بفضل أن نكون أصحاب ماكي بديك تقول لي لكل المسلطة معهم أصحاب هل قد أبدأت معهم؟ أكيد كلهم أصحابي وأصدقائي وبعدنا على تواصل وبحس أنه أكيد رح تجمعنا أعمال جديدة لن يلا رحمة اختلفتوا أنت بيها يا ملاء أبدا ليش طلعت الإشاعة؟ شو ما بيطلع مئة إشاعة؟ يعني لأنه غريب يعني يمكن بيحسوا أنه اتنين أصحاب ومن جزء إلى جزء طيب والجسي عبدو بعدك أصحاب أنت بيها حبيبة قلبي أختي حتى لو راحت لشركة إنتاج تاني أختي هايدي أختي أكيد طيب ما زل عم تحكينا هالقد بصراحة 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 حسيتي أنه عدم المنافسة معنا دين ناسي بنجام السنة لأن هي ما كان عندها ببرنق يعني مسلسل برمضان هالشي عطاك يحافظ أقوى وأكبر أنه ينجم للموت أكتر؟ لماذا في السنة الماضية كنا سوا؟ كان عندها مسلسلة وكان عندها للموت بارت وان ما حدا بياخد من وجه حدا نحنا كنا متمانين السنة يكون في عشرين مسلسل أنك تكوني لوحدك ما أنه يعني ما في تشالينج بالعكس أبدا ما منرتاح أنه فلان ما عنده أو فلان ما عنده أو ساحة كبيرة وبتساعل كل والحلو بده يوصل والعمل الحلو بده يوصل للناس ولو كان في عشر أعمال حلوين رح يوصلوا للناس بحضر إلى غيرك مسلسلات بحضر أكبر مين حضرت به رمضان؟ حضرت من شارع الهرم إلى حضرت بيبي حضرت زل حضرت زل؟ حضرت زل؟ كيف تقيمي؟ حبيته حلو حلو حبيت جيسي كتير قدي عندها هيك تطور وعندها نقلة ومبسطت بكل اللي حكى عنا من الصحافة وعى السوشيال ميديا لأنه صحبتي بعرف كل يوم بتتعب وكل يوم بتبرد فبكون كأنه ناطرة حالي ناطرة أنه الناس ما بتحس حيالي كن ظلمتي شوي بالسوشيال ميديا والصحافة يعني فيه مدة هاجمه للموت يعني معقولي متى ينكتب اكرام للموت دفنه حياتي بديك تشوفي بديك تشوفي ما بعرف ما قريتها هي بديك تشوفي مين أنا ما بعتبر الموت تهاجم الموت تكرم والموت أخد حقه لأنه بديك تشوفي من مين مين عم ينتقدك اللي عم ينتقدك يعني الجمهور عطى كلمته المسلسل كسر الدني وصل للعالمية أمريكا أستراليا فرنسا تركيا أفريقيا يعني عن جد مخيف كان النجاح اللي أصله ما عقولي يترجم مثل ما عم يترجم التركيا أو ما هو انحضر مترجم طي انحضر أجانب يحترو يترجم لا يترجم مثلا عم بيقولوا أنه هلأ بدون يمثل الهيبة الأتراك بدون يمثل الهيبة آه ممكن أكيد معقولي مثلا أتراكي مسل الموت أو حدا أجنبي يمثل أكيد 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 تقبل يمثل القصة أكيد بقبله بحضر مين بديك نجمي عالمية تمثل دور سحر ولا حدا أنا سحر وغار عليك كثير ايه وبدك تحكي تركيا مثلا أو إنجليزيا أو أميركينا أو شيء لا أبعرف أبعرف أحكي تركيا بس أكيد تتعلمي لا 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 حب شوف أتقنت الصعودة أتقنت الصورة أتقنت كل الشخصيات يكون هيك إليه ناس عم بتمثل الشخصية ومنشوفها فبرجع بقلك إنه أخد حقه كتير هون دورك أنت مين بدك تسمعي رأيه يلي بهمك تسمعي رأيه يعني بتحسي إنه فيه كره برسونال كالكره خاص تب ينتقدوك أكيد مش إنه بموضوعية بينتقدو العمل كعمل تقنية إخراجية لا لا الأكسات ما في موضوعية لا في كتار أشخاص ما في موضوعية لعنده موضوعية بتعرفي مين مش اللي بيبخرك لا في واحد في حدا يعني يقدملك ناقد 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 بس بتعرفي منه مبني عن حقد هيدا ناقد شخص تحترميه وكنت تشوفه بنعمل رتويت وشكرا ع الرأي وشكرا ع النقض وشكرا ع هيدا الملاحظة وانت كتير لطيفة على السوشيال ميديا، انت ميسك السوشيال ميديا أو حدا ميسك كتير؟ أنا ميسك السوشيال ميديا، أكيد على بسيعدني كتير بس يعني فيه أشياء هو بيهتم فيها بس لما بدي أكتب رأيي بيكون أكيد بدي يكون رأيي يعني أنا اللي عم بحكي هيدا الشي بس أكيد أكيد وما منه ما بلاحق فليب أسمر حبيب قلبي شو عطاك زيادة كتير ما فيني خبرك فليب مكنة مبدع أنا فخورة فيك اللبنانية فخورة بمخرج مثله لبناني عربي عالمي بعد رح يوصل للعالمية فليب فليب قد ما هو مكنة معه ما بتتعبي ممنوع تتعبي ممنوع ممنوع تتعبي والشي اللي لازم تعمليه بديك تعمليه لو بديك تموت صهر معك شي هيك معه عيدك لها عشرين ثلاثين مرة؟ ايا مشهد ما بعرف كتير مشاهد بعيد الكل بيبقى عارف انك رح تعملي أحسان أوقات صار كيء صار يعني عنده قدرة انه يتابعك دراميا مش بس تكادر وإخراج وصورة وإخراج حلو كم مثل بيتابعك بتلاقي أخدك للأفضل يعني إذا أوفرت بش محل بيعرف وحطول بفاجئك بيتطور وتطوره بثورة الفلاحين انتقد على الإضاءة فليب أسمر وعلى كترة البروبس طلعت بي خمسة حلقات مع انه جاوز المنتج هيدليل ما هي ما بتخلصي هيدليل ما بتخلصي شو عملت يمكن سنت جي قرر مصور أنا ليكي أنا هلأ هون محام الشيطان بدأيلي كل شي انت أدوكي فيه استطفلي قولي حياتي بالعكس قديش بتليقي انه هل الدور مهم أو الممثل المهم ممثل عشان هيك بثورة الفلاحين ستين حلقات أنا حبيت هيدا الدور بكايتينة خمس حلقات بكايتينة عولادك باعتبروا من أجمل أدواري كمان خمس حلقات مش مهم تكوني من الجلدة للجلدة أوقات ممثلة بيجي ضايف مشهدين ثلاثة بيكسر الدنيا بيكسر الدنيا يعني الناس بتحبو هلأ أنا شفتك بأول قيام الثورة نزلت لتحت على البلد كنت مؤمنة إنه الثورة رح تقوم بلبنان اه أكيد بعضك مؤمنين اه طب هلأ ليش عم بتتعلم الرماية خبريني ليه عم بتعلم الرماية أنا مش عم بتعلم أنا بحب الرماية لا فيش دار فيه عم بتعلم على الكلاشين ليكي عم بتعلم على كل شي عم بعمل سبور بانتزام صر لي أكتر من ثني كل يوم بتهيأ جسديا أول شي للصحة وأنا بدي أول شي لكل الناس أكسل بني أعدم بالرياضة هو كان أنا بس حدا يقل لي مرتين حس إنه خلاص غير لي الحديث بس بلشت بس بلشت تتعلقت كل يوم كل يوم كل يوم أول شي صحيا كتير منيح تاني شي أنا ممثلة جسمي ووجي وشكلي هو أنسترومات لإليه قدام الكاميرا هو من يعني الأساسيات والنفس وتمان الموهبة طبعا توقفي كتير نفسي بديك من شين ما تتعبه تتكيف فيه تمارين تنفس أنا بعملها كل يوم عمده النهار الرياضة الرماية ببتعرفي شو الدور اللي بيجيكي بتكوني جاهزة تكوني جاهزة إنك تعملي بلا ما تكوني ويك يعني بتحسي أوف كمام بتعملي شي حلو طيب شو الدور يا اللي هلأ بديك تختريه من بعد للموت يعني للموت حملك مسؤولية كتير كبيرة نجح نجاح هائل 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 يعني قدم أحكي عنه أنا مش إنه شاتي مجروحة قدم أحكي عنه كأعلمية نسي صدقتنا نسي شاتي عامل نجاح هائل في خوف كتير كبير من بعد للموت شو رحت عملي في مسؤولية كتير كبيرة مرعوبة عتلاني هم كتير إذا بديك أنا هيك عن جد هيك بلا ما فكر شو بدي دور دور واحدة هيك قاعدة بس كل الوقت بالأي سي مغنجة هلا 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 بديك تتغنجة بس ما فيك تغيبة عنا كتير صدقان المسؤولية كبيرة لا مش مسموح تغيبة عنا كتير يعني ما بدي إليك بدي أعمل شي أحلى أتليست تكون على نفس اللفل يلي وصلت له شي ما بيشبه صحر يكون مختلف عنه من شان ما كرر صحر وهيدي بدت تمريني كتير كبير لأنه صحر صارت جزء مني يعني حتى الناس تفصل ما تقول متل صحر متل صحر مش بس بالشكل بس نستعد إذا بدون ينتقدوك أكيد يعني مثلا محمد رمضان عمل دائما دور الغلبان يلي بدو يخانق وقاتل أو يفوت يعمل بلطجة ويرجع يموت بآخر المسلسل السنة بالمشوار كليا مغيرة القصة لقى كتير انتئدات يعني مع أنه حلوة القصة وكل شي أنا مش عم بعطي رأي فيه بس عم قلليك الناس كيف كانت ردي تفعلون ردي تفعلون ردي تفعلون أنه كانوا معودين على شي وأخدهم لميلة تانية طيب إذا أنت أخدتها الجمهور لميلة تانية حاضرة؟ أكيد حاضرة مستعدة؟ شوف الممثل أو الفناني يلي ما بدو يتقبل بس يواجه الجمهور أو ينعرض شغله يكون مستعد للأراء كلها ما يعمل أحسن يعني إحنا ما فيك أنت تيجي تقولي للناس هيدا المسلسل أو هيدا الغنية كلكن لازم تحبوها أكيد لا بالنهاية هيدا زوء بس أنا لما أدرس الخطوة أتمرن عليها كتير منيح حس أني عندي جزء ولا مرة بيكون عند الرضا الكامل جزء من الرضا أنه هالشي المختلف كمان في شي حلو ما بطلع على الشاشة وبدأ يكون ردي يعني ناطرا أي نقد يلا إن شاء الله خير نقد من اللي بحبه لحظت شغلي أنه بالفستيفالات الكبيرة عادة اللي بشاركو هالأفلام السينما وما مش المسلسلات هلأ إلنا وقت ما شوفناك مع أنه عملت كتير أفلام حلوة من أروع ما يكون يعني السيدة الثانية بي بي فيتامين عم بتذكر كلي الأسامة بس أي متى ما جي بغصم بدا تعمل متى الفيلم يفوت بالمهرجانات كان يشارك مثلا بأوسكار يشارك بشي هالأدى قوي عم فكر حابة كتير طيب مش بتلاقي في خطورة أنك تختاري نص قوي متى ما بيعملوا المصريين متى ما بيختاروا لأنه جيب محفوز كاتب كتير كبير وعظيم عندك مثل ما بيقولوا يعني استعداد لنص هالأدى قوي هالأدى أدبي أو ما عم بتلاقي نصوص ما عم ما بلشنا نحضر لأقلك تتلاقي لقيت أو رحفوت بهاي الفكرة هي الفكرة ككل حابتها أنا بس بعد ما بلشنا نشتغل عليها يعني في شي سينمائي أكيد طيب سألتك عن الممثلين المصريين والسوريين خلي نسألك عن لبنانيين انت ما يزعلوا منا أول شي في هيك كلمة أنا حملتها من الناس أنه تهموا لبس المغنية أنه بيطعطى مخدرات لأنه تعطى كتير ميح بالنمو يا حبيبي مش حرام يا حبيبي يا بسومة يعني بيتكن دوروا المعطر بيأكل إشعاعات لك هي هيدا الكلمة هيدا التهمة سيف زو حدان أول شي فيها ظلم منا حقيقة الشقة الثانية قد ما صدقوه لأنه ممثل شاطر وقدر يوصل صح أنه هو بيتعطى مخدرات بس الناس تصدقك يعني أنت صرت يلحموا دم بالشخصية بطلت أنت باسم يلي عم بيقدي الكاركتير منشان هيك وقت صحر فكروا أنه عم تخلي لما يستعطى مخدرات ما فيني خبرك كم حدا يحكيني يقول لي ماجي أنت مش هيك لأي عم تعملي هيك يعني أنا نصدام لتقوله أنه عم جد مصدقين وقت قتلتي لباية لكريم يعني سر تقول لي أنه مش مصدق بتقطع الحلقة تبين الحقيقة أنه ما حدا دقره للميس وأنا بحبه بالعكس أنا عم صالح مع أمه وعم بعمل معا أشياء بوزيتب فالناس بيصدقوك بس باسم أنا بقلكم عم يتعاطق بس طحين تعاطق طحين آخر شي قلت له ما تمرق حد الفرن أو الدفاية بترفخ حرام باسم باسم كتير شاطر كتير مثلت كمان مع كتير ممثلين لبنانية طب ما جي مين طلع بلك مسلم معه يعني هلأ مع بديع أبو شاقطة كنا لأول مرة منشوف فيك كارلوس عدت أعمال مع كارلوس باسم مغنية مثل لبناني بعد ما مسلت معه جورج خباز بحبه صديقة وفنان تتخيل شي جده مع جورج خباز أكيد 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 لأنه جورج كوميديان مخيف الكوميديان مخيف وكاتب رائع أكيد وجورج بيقدل تراجدية بامتياز يعني ما فيك تقول أكيم يمكن عمله والمسرحيات الكوميديية اللي بقدمه جورج بس هو ممثل شامل فنان فنان إن شاء الله لكان شي عمل جديد إن شاء الله إن شاء الله شوفي علينا تحضيرات جديدة هلأ ما في تحضيرات هلأ هلأ في رياحة في الوقت للأولاد لأنه الأمومة صعبة أمومة بدأ وقتها فهلأ خلصنا قلت له لجمال ما حاب بعمل شي هيدا الصيفية كلها لدل هيكل الوقت مع الأولاد لحتى إن شاء الله إذا عمد رمضان الجيه منلحق إن شاء الله منلحق إن شاء الله بهيك بتنقل لحتى نكون هكي عم نقصم وقتنا ولحتى أنا أرتاح تعبنا لحتى تفوتي هكي بنفسية جديدة وتكوني أريح ماجي أنا بدي إدعيليك بدوام النجاح وتظلك هلأتي حلوي حلوي من جوا حبيبتي أنت ودايما دلكم متذكرين كل المسلين اللبنانية ووصيله تحية إجلال وإكرام لجمال يلي أنا بعزه وبقدره كتير كتير مثل خيي الصغير أحسن ما نقولك ببرنابل عمر وكبير بالقيمة وقل له ضلك أنتوش باللبنان أكيد وكتير حبيت فيك هالطريقة اللي بربية أولادك على الوطنية أكيد على صحيح ما في مثاليات ولكن بدله ديما قرابة من المثاليات وبدأ مني كلمة لقراء موقع الفني اللي كتير بحبوك أول شي بدي إقلك إنو كل المسلين اللي عم بيجوا هيك الأسماء اللي إلي إيمتها هني إيمة للعمل عننا كل هالأسماء هالأشخاص يمكن اللي كانوا يمكن شوي بعاد عن الشاشة أو أول مرة بيخدوا الشاشة أو هني إضافة للعمل بدي أقول للقراء قد ما بتحبوني أنا بحبكن أكتر والفن هيدا الموقع يلي وهلا خاصة اللي مرفقتني من زمان من أول ما بلشت بتحسسني إنه هيك الولد ياللي بلشيت وكان عنده حلم رفقتني حققتين حلمي رفقتني وبعدك حدي وحققت حلمي بقل لكم قد ما بتحبوني أنا بحبكن أكتر وإن شاء الله يا رب يا رب إذن الله دل عن تحسن ظنكم وقدم لكم إشياء تكونوا فخورين فيي متلو أنا فخورة فيك مرسي كتير ماجي بوغسن وأهلا وسهلا فيك وأكيد رح نعودهم باللقاءات مش لقاء تاني أكيد أنا بدأ أشكر مروان سمعان وبدأ أشكر عمر طبارة وماري لورد سمعان بشكر مشاهدتكم لهالحلقة الخاصة يلي قدمناها مع النجمي ماجي بوغسن يلي اسمه فوق كل الألقاب ونتمنى أن نرجع نلتقي بحلقات مميزة قريبا جدا عبر موقع الفن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر